اتمنى تكونوا كويسين اه احنا هنتكلم نهارده عن رسم 2 من يونهت ون اه اتمنى تكون الدرس اللي فات اه كويس جدا هوا حلو قوي وممتع الدرس ده برضه ممتع جدا جدا بيتكلم عن ايه بقى عن سهل او معدل يعني سرعة الايه التفاعل الكيميائي طيب اللي احنا فاكرينه من الدرس اللي فات ان يعني ايه اصلا chemical reaction هي عبارة عن عملية بيحصل فيها ان chemical substances او reactant اللي هي متفاعلات اللي انا دخلتها في التفاعل بتتغير وبتتحول الى ااا مركبات جديدة new substances اللي هي نقول عليها اسمها ايه ال product او اللي هي resultant تمام يبقى التفاعل الكيميائي بدخل reactant متفاعلات بيطلع لي مركب جديد خالص اسمه ال product تمام من دمن ال chemical reaction طلع عندنا اربع انواع من ال reaction في تفاعلات نلاقيها very fast وفي تفاعلات بنلاقيها relatively slow يعني بطيقة حاجة بسيطة في حاجات very slow وفي حاجات too slow يعني ايه بطيقة جدا زي مسلا مين ال very fast ده هيت زي مسلا ايه ال fire workers اللي هي بتاعت العب النارية دي ما بتاخدش وقت خالص بتاخد ايه very short time بتلاقيها ايه بسرعة ايه ايه حصل reaction وفرقة تمام في تفاعلات تانية بتلاقيها ايه شوية بطيقة هي بتاخد short time تمام مش سريعة قوي لكن بطيقة تمام زي مسلا زي فكرة زي زي ال reaction بتاع ايه الاستيك سودة ايه مع الاويل اللي هي ال اونة اللي هي ال او اتش توفورم ايه السوب اوكي دي برضو دي بتاخد ايه short time بس مش سريعة زي فكرة ايه ال fire workers في تفاعلات تانية بتكون very slow بطيقة زي ايه بتاخد ممكن several months يعني ممكن تاخد شهور كتير اوي زي rusting of irons طبعا احنا عارفين لو انت حطيت مصمور مبلول مية في الهوا مش من يوم او في نفس اليوم بتلاقيه صد على طول لا ممكن ياخد ايه وقت كبير تمام ايه في تفاعلات تانية بتكون too slow زي they need millions of years to occur زي فكرة the reaction of petroleum oil formation inside the earth زي مثلا انت حطيت اا او بنستخرج البترول او الكول او الحاجات دي امتى بيتكونوا لازم ملايين السنين تحت ضغطوا حرارة معينة في الارض بنقدر نعمل ايه نستخرجهم غير كده ما بياخدش وقت ايه قليلة ده بياخد millions of years تمام فهمنا انواع التفاعلات تعالوا بينا نحل الاكسرسيز ده بيقولي some reaction are very slow and they need several months to take place اللي هو زي ايه اللي بياخد اا very slow وبياخد months بس اللي هي ايه زي الرusting طب ال iron rust is a نقط chemical reaction لكن ال firework هي عبارة عن ايه chemical reaction طبعا ال iron rust هتبقى very slow لكن ال firework very a very fast طيب علشان نبدأ نخش في حاجات مهمة عايزين نعرف ايه هو ال concept بتاع speed of chemical reaction ايه فكرته انت في بداية ال reaction قلنا بنحط حاجة اسمها reactant وبتطلع حاجة اسمها products ففي اول reaction خالص ال concentration يعني تركيز ال chemical reactant بتكون مالها بتكون 100% يعني بتكون مية في المية طب ال product هي لسه مكوناتش يبقى في بداية التفاعل في ال beginning هتكون ال concentration بتاعتها zero تمام؟ طيب اول ما يبدأ ال reaction هيبدأ التفاعلات زي ما انتم شايفين كده في ال container بتاعنا بيكون ايه؟ بيبدأ يتفاعلوا مع بعض فالي بيحصل زي ما انتم شايفين في ال graph كده هو ال reactant بتبدأ tl لان هي بيحصل لها تفاعل هنا ويبدأ ال احمر ده اللي عمال يتكون اللي عمال يزهر يزيد فهو عمال ايه؟ في ال graph عمال يزيد اللي هو مين بقى؟ اللي هو product ففي ال beginning خالص قبل ما يبدأ اي حاجة بيحصل ايه؟ ان concentration of reactant 100% لكن product zero اول ما يبدأ ال reaction يحصل ايه؟ ال reactant تفضل تقل مع الوقت وال product عماله تتكون فبتزيد تمام؟ لحد ما نوصل لل end of reactant يعني بتحصل فين نهاية التفاعل نهاية التفاعل بيحصل يبقى ان ال reactant ال reactant بقت zero وال product هاي اللي بقت كام 100% تمام؟ يبقى دي ايه؟ لازم نفهمك وهي ثقوي في ال chemical reaction طبعا لما يقول لك ال concentration of substances ال concentration دايما مول بير ليتر مول بير ليتر تمام؟ طيب يبقى معنا كده ان في ال beginning ال concentration of reactant هي ال largest هي الكبيرة قوي هتكون 100% لكن ال concentration of product في الاول هتكون smallest ايه؟ وتكون 0% بعد كده لما الوقت بيمر تبقى لما يقول لك كده ال speed of chemical reaction اقول له ده عبارة عن ايه؟ change of concentration of the reactant and resultant اد ايه؟ اد ايه؟ اد ايونة of time ماشي؟ تغيير في ال concentration بتادي reactant و ال resultant ايه؟ في ايه؟ مع مرور الوقت اد ايونة ايه؟ ايه؟ ماشي؟ جينا عايزين نعمل application ونشوف كده هوت التطبيق كده هوت ايه على ال product وعلى ال reactant في تفاعل اللي احنا عارفين اللي هو ايه؟ decomposition of حاجة اسمها nitrogen bento ايه؟ bento oxide فلو احنا بقى شوفنا التفاعل ده ايه اللي بيحصل؟ احنا عارفين ال nitrogen bento oxide ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ هيحصل له decomposition يعني هيتفكك وهي ديني nitrogen dioxide ويه كمان ايه؟ هيتصعد ال oxygen طيب لو بصينا لل graph والtable مع بعض هنفهم الموضوع ايه اللي بيحصل؟ احنا في ال beginning خالص في البداية خالص time كان لسه 0 كان ال nitrogen bento oxide ده التركيز بتاع وقت ايه؟ 100% كان كان 0.A16 اوكي؟ فده كان تركيزه طيب الوقت ابتدى يعدي ماشي؟ فكان طبعا' ال product 0 لسه ماتكونتش فيحصل ايه؟ يبدأ يحصل له decomposition ويبدأ التركيز بتاع عماله يقل بدل ما كان 16 من 100 بقت ايه؟ 0.08 ماشي؟ يبتدى بعد كده يقلي ثاني بقى 0.04 وبعد كده يبتدى ايه؟ يختفي خالص ويبقى ايه؟ بس من ناحية التانية ابتدى ايه الناترجين دايكسايد يكون وكمان الايه الاكسجين وزي ما انتو شايفين النسبة بتاعتهم ما لها عمالة زيد لحد ما وصلت كام 100 ايه بيرسنت تعام بوسع الجراف كده يبقى الرأكتنت اللي هو الناترجين بين توكسايد عمالي ال اهو لحد ما وصل لزيرو هو كان 0.16 ويقل خالص لحد الزيرو وبعد كده لقينا مع مرور الوقت ان البرودكت اللي كانت زيرو اصلا مش باينة خالص ابتدى يحصل لها ايه عمالة تزيد خالص تمام طيب يبقى معنا كده لما يقولك يبقى في البياننج همين اللارجست هي الايه الراكتنت بتاعي اللي هو الناترجين بين توكسايد كان كان 100% ماشي والكونسنتش بتاعت البرودكت طبعا زيرو هي اللي سمولست بايبوسينج التايم الوقت عمالي يمر الراكتنت بتاعي اللي هو الناترجين بين توكسايد عمالي الديكريز والبرودكت تمالها انكريز اللي هو الناترجين دايكسايد والاكسجين في النهاية خالص خلاص الراكتنت انتهى حصلت ديكمبوزيشن فبقى هو 0% والبرودكت بتاعت تتكون خلاص وكوينة خالص وبقى تكام 100% تمام فبيقولك استهلاك الايه والتركيز بتاع الاتنين عمال ايه بي يبدأ فين في السبات ماشي نبص كده الاكسارسايز ده بيقولي ايه وزي ما احنا شايفين كدا في الى اكوشن ان الاكثوة تفكك لايه الي وزد اوكي. طيب بيقول لي الخاص بان للم LEA. تمام? يعني سنشوف ده اللي في حس تها هو which the graph فالدهيات في 1 و 2 و 3 عايزين نعرف مين هم وال 1 ومين هو 2 ومن هو 3 وليه؟ اول حاجة احنا دايما اللي بيقل كده ونزل لتحت يبدأ على طول مين الرياكتنت والرياكتنت ده اللي هو موجود ايه؟ قبل السهم اللي هو مين اكس يبقى number 1 يبقى ده هيكون مين هو الاكس ليه؟ هقوله عشان هو ده الرياكتنت والنسبة بتاعته كانت في الاول 100% وابتدت تعمل ايه؟ في نهاية الرياكشن اللي وصلت لكام لزيرو انا عندي 2 هنا عاملين يزيدوا مين فيهم ال why ومين فيهم ال z زي ما انتوا شايفين ان مفروض انه الين اثنين y يعني نسبة already هتبقى اكتر والz هي ليه هي بتققى تمام؟ فالمفروض ان الكيرف الكبير هو الي هيبقى مين هو ال who والكيرف الي هو الصغير ده هيبقى مين هو الز تمام؟ فهنقول له ايه؟ ان الكيرف 2 هو الزد وكرف 3 اه هو ال y ليه؟ هنقول كده ان ال ان هما كانو الاثنين كام زيرو صح? وفي end كانين بقوا 100% بس столько multi بتاعت ال y اكتر من z يعني ال y هايكون اكتر من concentration بتاع مين تمام كده? فعشان كده احنا قلنا الجراف السريه هو بتاع ال y والجراف 2 هو بتاع مين نيجي الواحة تانية كده هوت نشوفها بيقولي اللي هي ما بين مين الكنسنتريشن والطايم طايم فور أسر تل راكشن رايد السيمبوليك اكوشن فور اي زيز راكشن تمام انا عندي هو هنا بيقولي ايه عندي الا وعند البي وعند السي طايم الفكرة في ايه انا دلوقتي شايف اتنين عمالين يقلوا وواحد هو اللي عمال ماله يزيد صحي كده طيب يبقى اللي بيزيد ده هو البرودكت هو اللي هيكتب فين في الاخر طب اللي بيقله هم اللي اتنين هيكتبوا فين في الاول طب انا عايز عرف النسبة بتاعتهم ايه فبيقولي الايضية هي عبارة عن ايه اتز بيجينيج في راكشن هو ايه يعني زيرو تايم الكنسنتريشن اف تو سبستنسس اي ان بي از ايه زالارجست طبعا هارفينش هم دول الايه الرياكتنت زا تو سبستنسس اي ان بي ريبريزن زرياكتنت الكنسنتريشن اف سبستنسس اي قال لك ان هي اكبر من بي هي مالها بقى الدبل بتاع مين بتاع البي طب ليه زي ما انتو شايفين كده في ادي مربع ودي مربع تاني يعني هي ايه الكمية بتاعتها مضاعفة فيبقى لما تيجي تعمل في الرياكشن يبقى الدبل الايه هيتفاعل مع البي واحدة بس من البي وهيكونولي ايه بقى الدبل بتاع السي لان هي انا وصلة لنفس المرحلة بتاعت السيه 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 تمام؟ فيبقى لك الكنسنتريشن انتو ايه بلاس البي دول الرياكتنت دوني التو سي اللي هو الايه البرودكت طيب ازاي هنيجي الحتة تانية ازاي انا احسب الرياكشن هبص على ايه قال لك انت عندك حكتين عندك رياكتنت وعندك برودكت عندك رياكتنت عمالة تقل ديكريز وعندك برودكت او الريزولتنت عمالة مالها تزيد فانت لما تيجي تعمل رياكشن يبقى الـ speed of chemical reaction can be measured practically practically عند الرات بتاع مين لاما اختفاء الرياكتنت او ايه ظهور من الريزولتنت طب انا هل عندي دايما رياكتنت واحد بس اللي بيخش ولا عندي كزا رياكتنت زي فاللي فات الداهية اثنين رياكتنت لا ما هو هي هتتعتمد عل ايه انت دايما تفاعل مش بيبقى dissociation او decomposition بس ان في واحد بتفكك ويفضل يديني product لا التفاعل ممكن اتنين يتفاعلوا مع بعض فممكن يكون في كذا reactant طبعا انا هبص على ايه اول ما يبدأ واحد منهم يختفي يبقى appearance of one of reactant تمام او هبص على appearance of one resultant يعني ممكن يطلع لي كذا product كذا حاجة طلعة جديدة يبقى ده ايه ابص على اول واحد ابتدى يعمل ايه يظهر في التفاعل تمام تعالي نشوف كده ازاي هنعمل ايه قالك ان هفعل sodium hydroxide مع copper sulfate ماشي وهنشوف التفاعل هيمشي ازاي المفروض ان التفاعل ان sodium hydroxide مع copper sulfate هيبدأ ال sodium هيروح مع ال sulfate يبقى sodium sulfate وهيكون لي حاجة اسمها كبر ايه hydroxide والكبر hydroxide ده ماله بقى بي 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 تي اللي احنا قلناه مرة لفاتت ان هو ايه precipitate يعني ايه precipitate يعني مش بيدوب فين في المية يعني مش هيدوب يعني هيترصب فين في ال الكونتينر بتاع او تستطيب بتاعتي فبيقولك اللي سبيت in the previous reaction is measured practically by لاما اختفاء قلنا واحد من البرودكت اللي هو ال NOH او الكبر sulfate او بداية ظهور من ال 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 الريزالتنت او اللي هوم نقول عليهم ايه البرودكت فهنشوف احنا قلنا لنقبر sulfate لونه ايه بلو هيبدأ يختفي فده اعتمد عليه على ايه اشوف فيها ال speed of reaction او formation of blue color precipitate ايه الهو مين الريزالتنت تمام يبقى انا بشوف حاجتين لاما اختفاء اللون بتاع السوليوشن بتاعي تمام او بداية تكوين حاجة هتترصب معايا اللي هو مين البرودكت تمام اللي احنا قلنا عليه برضو ايه blue color precipitate يعني هو راصب ايه هيكون لونه بلو برضو تمام فهمنا الفكرة طيب نيجي بقى للجزء الاهم احنا عاملين نقول speed of reaction واقلنا ان فيه reaction اا بتبقى سريع فيه reaction بتبقى بطيقة فيه بطيقة جدا وفيه بتاخد مليون ملايين السنين طيب انا لما جي ابص على speed ده هيت ابص على ايه ابص على reactant ولا البرودكت عادي ابص على ايه اي حاجة فيهم المهم اركز مع ايه مع مين اللي بيختفي ومين اللي بيزهر وهاكذا اللي انا بقى عايز اعرفه ايه اللي هيقصرلي على التفاعل ايه اللي هيقصرلي على speed of chemical reaction الحقيقة ان تلاع فيه كذا عامل ممكن يقصر على speed of chemical reaction اهمهم هما اربعة اللي هو ايه nature of reactant طبيعة ال reactant نفسها اللي هي المتفاعلات concentration بتاعها تركيزها temperature درجة الحرارة بتاعت ال reaction ويق حاجة اسمها الايه الكاتاليست هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل تعالوا بينا نشوف اول حاجة the effect of nature of the reactant depends on two factors هنبص على حاجتين ايه هما بقى the kind of bonding in reactant النوع الربطة اللي بتربط ال reactant ببعدها ماشي we surface area of reactant exposed to reaction مساحة السطح المعرضة للايه للتفاعل هنشوف كل واحدة بالتفصيل نمسك اول حاجة the kind of bonding احنا عارفين ان ال bonding اللي احنا درسناه قبل كده ان فيه حاجة اسمها ربطة ionic وفيه ربطة اسمها covalent تمام فقالك اني اسرع يعني لو عندي compound ionic ولا compound covalent ال reaction بتاعه هيبقى اسرع قالك ionic هيبقى faster اسرع من covalent طب ليه الايونic compound اول ما انت بتحطها في التفاعل بتتفاعل بتوين الاي التفاعل بيتمع بتوين الاي ال اي ال اي ال اي where they break up where they are difficult to ionize or under in water يعني صعب جدا زي ما احنا درسنا قبل كده ان المواد compound covalent ان هي تتفكك فين وتبقى ionized فين في ال water فطبعا هتاخد وقت كبير فتبقى اي هتبقى reaction مالو slow تمام يبقى على حسب طبيعة الاي reactant لو لنا لقيته ionic يبقى هعرف ان التفاعل ده مالو هيتم بسرعة لو انا لقيته covalent يبقى هعرف ان التفاعل بتاع ده مالو هيبقى اي بطيء دي كده اي دي كده اول نوع تمام فلما يقول لك reaction between مثلا sodium chloride silver nitrate from fast reaction هقول له ليه بقى هقول له عشان هي بتتم بين من ال ions تعالوا بسوا فينا بالتفاعل كده في ال equation ده هيت ان عندك sodium chloride السodium ان عارفين هما كلهم دي ايونات ادي sodium ions و chlorine و silver و nitrate فكلهم بتفاعلوا كأنهم اي ions اول ما يتحطوا في ال a بيتحطوا في التفاعل بيحصل لهم dissentation و يبدوا يعملوا اي يتفاعل مع بعض و طبعا ال reaction بيتم اي زي ما انتو عارفين ان ال n a هتبقى مع ال n مع ال n يبقى ال n ال n يصدر من nitrate وال ag مع ال cl هتبقى agcl اللي هي silver coloride تمام يبقى هقول له كده ان هي takes place between the ions that are resulted from dissentation in a of each of them in a in water طب نيجي لتاني حاجة تاني حاجة حاخدناها اي ان the surface area of a reactant exposed to the reaction يعني المعرضة للتفاعل قالك اي انت مسلا عندك زي ما في الشكل كده هوت اي اي عندك substance a و substance b تمام substance a ده هو اللي هو لون red و substance b اللي هو مين اللي هو الجرين فجاب لك حالتين حالة ان ال b فيها بيكون large او big size و الحالة التانية زي ما انتو شايفين ان هو اي powdered او filling او toning يعني بيكون اي برادة كده او powder تمام تفتكر مين اللي هيتم اسرع قالك اللي هيتم اسرع هو مين اللي في الحالة التانية تمام ليه ليه هنا slow وهنا ليه اي هنا first ليه زي ما انتو شايف كده ان المساحة السططحة المعرضة للتفاعل ان هنا ال reacetent اللي هو او السبسانس اي ده هوت مش لاقي مساحة غير الحتة دي بس لكن في الناحية هنا وهنا وكل دي وكل دي وكل دي وكل دي وكل دي ودي 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 عارف ان هو اي ملاقي مساحة جبيرة اوي فهنا بيقولك الملكيول سبسانس اي reacet with the mlecule of the outer surface only of the subesans b يعني بتفاعل مع الحتة اللي برة بس بتاعة السبسانس b and don't reacet مع مع inside يعني الحتة اللي جوه دي مش عارف يتفاعل معها تمام فهيبدأ اي هيبقى slow لكن الناحية التانية فهيكون فيه هي قادرة تتفاعل مع حتى الحاجات اللي inside اي زي ملكيول تمام فيبقى المسيحة المسيحة المتعرضة للتفاعل هتكون اي لارج ف لما يكون المسيحة المسيحة المتعرضة للتفاعل هتكون اي اكتر تمام تعالوا بينا نعمل الاكتفتي تفاعل سهل قوي هنجيب اتنين فلاسكا و هنجيب برضو سرينج تين تمام و هنجيب ال دايلوت هدروكلوريك اسد اللي هو hcl ماشي كل حاجات نفس الكميات تمام و هنجيب ايرن برضو بس فكرة ان هنا هنحط ايرن بيس قطعة حديد لكن هنا هنحطها اي اير اللي هي برادة الحديد طيب هنحسابه ازاي ان التايم بتاعنا لما اي اللي يحصل ان احنا عارفين في التفاعل اهو تحت ان الايرن هتفاعل مع هيدروكلوريك اسد هيديني فرس كلورايد والهيدروجين هتصعد فالهيدروجين اللي هتصعد دا هيتكون فين او يخرج فين في السرينجة فالطايم اللي هنحسابه عن طريق انهو اي الفورم دوك جاز اي 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 ان سرينجة طيب فالالوبزروفيشن اي اللي حصل بقى لقينا ان رايد اف راكشن زي ما انتو شايفين في التفاعل ماشي الغاز اللي الهيدروجي كانت فاستر زي طب ليه زي ما انتو شايفين برادة الحديدة هناك الغاز اللي تكون اكتر من الغاز اللي تكون هنا فهنا يعتبر ان التفاعل هنا كان اسرع من الهيدروجي اللي في الهيدروجي سيقوم بقى هاخد وقت قليل لكي سيخلص بسرعة محط هنا بيقول لك هاخد وقت قليل فبس هيخلص بسرعة فقى عن حالة ال يبقى ال لما السرفز اريا مالها اي برضو انكريس تمام يبقى لما السرفز اريا بتزيد يبقى السرعة بتاعته هتزيد فلما يجيلك جيف ريزون اللي هي عشان باستخدام المعرضة للتفاعل المعرضة للتفاعل المعرضة للتفاعل فهنا هنعمل ايه نفس الفكرة اللي فاتت بالزبط بس انا هنا احط ماغنسيوم ريبون لازم تكون بتاع البعض وهحط هدروكلوريك أسد مرة مخفف ومرة المعرضة طب هلاحظت ازاي الريت أو اللي سبي هشوف الامونت اف ايفولفت ايه اللي تكون تمام الاول مفروض ان المغنسيوم ريبون اللي انا حطتها مع الهيدروكلوريك أسد هيتلعلي مجيسي اللي هو مغنسيوم كلورايد والهيدروجين هاي ايفولفت يعني هيتصعد نفس نفس الفكرة التفاعل اللي فات بس انا هنا حطيت دايلوت وهنا حطيت ايه كونسنتريتد هيدروكلوريك أسد طيب زي ما انتو شايفين في الرسمة كده ايه اللي حصل الاولفت جازز اللي هو مفروض هيدروجين هنا هيتكون فين اكتر لانا يتكون عند الكنسنتريتد هيدروكلوريك أسد لكن هنا كان نثبته اقل يعني الاسبيت اف الاكشن كان هنا اكتر من ايه من هنا يبقى الابسورفيشن لقينا ايه ان الامونت اف ايفولفت بابلز ان في حالة من البارد الهيدريكلوريك أسد الكونك دي ضد دي يعني كونسنتريتد اختصار ماشي اختصار كونسنتريتد هيدريكلوريك أسد is more than ذات انكيس دايلوت دايلوت يبقى دايلوت يعني اختصار دايلوت يعني مخفف هيدريكلوريك أسد نسبة الجاز اللي تتصاعد عند الكنسنتريتد اكتر من اللي تساعد عند A عند الديلوتد طب The rate of reaction of magnesium ribbons with concentrated hydrochloric acid faster than mean A في الكيس بتاعت mean الديلوت hydrochloric acid طب ليه الاكسبلينيشن اقول له ان number of molecules of acid in concentrated solution is more than ال A اللي موجودين في الديلوتد solution which lead to increase the number of propyl A قلنا A يعني التصدمات between mean reactant molecules so the speed of chemical reaction هيبقى increase يبقى كل ما يكون concentrated او number of molecules اللي موجودة في solution تاعت ال reactant دول اكتر يبقى في فرصة اكتر ان هما يحصل لهم collusion يبقى التفاعل ماله هيكون بسرعة او سريعة او هيزيد تمام يبقى ال speed of chemical reaction increase امتى لما increase the concentration of reactant طب يقول لي give reason the speed of chemical reaction increase by increase the concentration of reactant اقول له ليه عشان ده هيزود مين لما قلنا number of molecules هيزيد ده يبقى ال number او الاحتمالات اللي هما يتصدموا مع بعضها هي ايه هيزيدوا يبقى له because by increasing the number of reactant molecules يبقى number of propyl collisions اللي التصدمات المحتملة هيكون ايه between them هيكون ايه increase طيب بص السؤال ده بيقول لك combustion of steel scorers used for cleaning aluminium boots in a jar filled with pure oxygen is faster than its combustion in a atmospheric air يعني ايه كلام ده عارفين انتو الحاجة اللي احنا بنستخدمها ننظف بيها الالمونيوم انا حطيتها مرة في الهوى ومرة تانية في اناء اوجار مليان بيور اكسجن يعني اكسجن بس تمام الاتموسفيريك اير بيبقى معاه غازات تانية يعني مثلا carbon dioxide nitrogen water vapor ايه طبعا الاكسجن هيبقى موجود وهكذا تمام لكن مين فيهم هيحصل فيهم متفاعل اكتر او الاحتراك هيبتم اكتر احنا عارفين ان الاكسجن بيعمل ايه من مميزاته ان هو help in a in burning doesn't burn but help in a in burning يعني بيساعد على الاشتعال فهنا هيشتعل اكتر فين هيشتعل في الاتموسفيريك اير ولا في البيور اكسجن فقالي طبعا هيكون في البيور اكسجن طب ليه عشان نسبة الايه الاكسجن فيها تكون concentrated يعني هتكون فيها تمركز اكتر اه فهنقول له كده due to increasing the speed of chemical reaction by increase the concentration of a oxygen gas يبه هنا كان الاكسجن كان اكتر ماشي لكن هنا الاكسجن كان نسبته هتلاقيه ايه بالنسبة للغازات التانية هتبقى اقل فالنسبة ان هو يتصادم مع الاكسجن الموجود في الهواء هيكون قليل فهيبدأ يعمل ايه التفاعل هيكون بطيء لكن لما يكون في البيور اكسجن فهو مفيش غير اكسجن فهيبقى التصادم بتاعه اكتر والملكيولز بتاعه اكتر فهيحترق ايه اسرع واكتر تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا عن تاني نقطة كمان اللي هي ايه الconcentration بتاعت ال a reactant قلنا كل ما بتزيد يبقى كل ما احتمالات التصادم هتزيد ما بين ال reactant يبقى التفاعل ماله هيبقى سريعة نيجل تالت حاجة temperature of a of the reaction قالك on increasing the temperature of reactant the speed of reactant the molecules increase so the number of proper collusion between them increase so the speed of chemical reaction برضو ايه increase يعني كل ما بتزود انت temperature بتاعه ال reactant ازي يبقى حركة ال reactant نفسها هتكون سريعة فنسبة التصادم ما بينها تبقى سريعة يبقى ال a reaction هيكون ايه سريعة طيب فكرة انت لما تجي تدوب انت جبت مسلا Marion كوبات شاي ماشي اسخنة ودوبت فيها سكر واجبت كوبات عصير ودوبت فيها سكر قلنا السكر فت GRANT هيتوب اسرع طبعا في الايه فى الغوت ووتر فى اللي هو ايكون الشاي تمام فهى نفس الفكرة بالزبط انتحان sensitivity انتشوف كده هيت aktuell انا جبت اتنين ao picker ويه كمان هجيب حاجة كده مميزة اسمها ايفر فيسنت تابلت ايفر فيسنت تابلت دي يعني ايه حاجات زي ارس كده ايه هيعمل فورون تمام وهجيب طبعا ووتر نفس الكمية بس مرة تكون هوت ووتر ومرة كولد ووتر تمام فمرة هحط في البيكر هنا هوت ووتر وحط عليها الافر فيسنت تابلت والتانية نفس الكلام تعالوا بينا نشوف ايه اللي هيحصل قال لك اللي حصل ايه بقى الفوران حصل اكتر في الهوت ووتر اكتر من حصل في الهوت ووتر طب ليه يعني حركة الرياكتنت نفسها بقت اسرع في الهوت ووتر من الكلد ووتر فده قدل ايه يعني هيزود نسبة ايه احتمالية انهم يتصادمون بعض يبقى الكونكولوجن ان امتى لما التمبريتشل مالها تمام فبيقولك علشان ده هيزود نسبة ايه التصادم due to increase the number of proper collusion between الرياكتنت ايه مولكيولز في سؤال تاني يقولي الفريج is used to preserve الفود ليه التلاجة بنحفظ فيها التعام قال لك بكوز the low temperature in the fridge slow down the speed of chemical reaction done by بكتيريا with cause the root of a food يعني التفاعل بتاع البكتيريا مع الاكل هيكون بطيق تمام عشان هنا درجة الحرارة الايلة فهيقلل لنسبة الايه ايه التعفن بتاع الاكل فكده عشان كده احنا منحفظ الايه الاكل فين في الفريج تمام سؤال تاني بيقوللي if you want to cook food faster you have to increase the temperature لو انت عايز تخلي الاكل ييستوي بسرعة او يتبخ بسرعة يبقى انت لازم تتزود درجة الحرارة. ليه؟ علشان هنقوله ان الرياكشن التفاعل اللي هيتم اسرع لما بزود درجة الحرارة. بص الاكسرسيز ده كده بيقولي السابق amazed at the following questions the opposite figure show the reaction of equal masses of calcium with equal amount of water. in different condition. in which case the reaction is faster ? von which case the reaction is faster ? وما اول حاجه هنا حط ال piece of a of calcium. تمام يعني حطتك الكالسيوم كأنها اه قطعة تمام وهنا حطتك كالسيوم بودر تمام ولاحظ ان هنا درجة الحرارة هنا تونتي هنا فورتي هنا تونتي وهنا ايه فورتي مين فيه هم هيتم اسرع بالروحة كده اول حاجة اللي هيكون اسرع هيكون درجة حرارة بتاعت او ايه عالية صح يبقى المفروض ان هنا اختار اللي هي ايه فورتي طيب اللي هيكون اسرع هيكون بيس ولا بودر يبقى مفروض ان هنا ايه قلنا بودر ليه بودر لان كل ما يكون بودر يبقى كل ما السيرفس اريا مالها هتكون كبيرة يبقى نسبة ان هي تتفعل ايه اكتر صحي كده يبقى مفروض ان البيكر نمبر فور هو اللي هيكون ايه هو اسرع واحد فيهم لان فيه سببين درجة الحرارة عالية وكمان ان هو ايه بودر يبقى نقول له ان الفجر فور بكوز زا ريت اوف كيميكا راكشن انكريز با انكريزن زا سيرفس اريا اف ايه زا تا ايه زا تمبراتشر وكمان درجة ايه الحرارة طيب اخر عامل من العامل بتاعتنا هي الكاتاليست يبقى احنا كده اتكلمنا عن تلاتة اللي هما مين النوتشر اوف كا آآ ايه ار اكتنت تمام؟ طبيعة الرياكتنت وكلمنا فيه عن حاجتين تاني حاجة تكلمنا عن تركيز الرياكتنت نفسه تالت حاجة تكلمنا عن التمبريتشر ورابع حاجة هنتكلم عن الكاتاليست يعني يه كاتاليست بقى قال لك to increase or decrease the speed of chemical reaction it is necessary to add a certain chemical substances يعني لازم تضيف مادة معينة to them that don't affect the nature of the product مش هتأثر على طبيعة البرودكت اللي هتطلع اما الايه this chemical substances بنسميها الكاتاليست يعني ايه يعني مثلا تخيل انت في ماتش كورا ماتش كورا ده لازم يكون في مشجعين المشجعين دول بيعملوا ايه بيشجعوا اللعيبة ان هما يلعبوا بطريقة احلى واسرع و اكفأ تمام؟ هل هما بيخشوا في اللعب؟ لا هل هما بيأثروا على اي حاجة في اللعب؟ لا او قوانين او اي حاجة؟ لا يبقى هو مجرد ان هو ايه؟ هو عامل محفز تمام؟ بيحفز التفاعل ماشي؟ بس ان غير ما يأثر على اي حاجة يبقى بيقولك ايه؟ هو chemical substance which change the rate of chemical reaction هو بس بيغير من سرعة التفاعل الكيميائي او معدل التفاعل الكيميائي with out changing or being used a up من غير ما يستهلك في الموضوع او يغير في اي حاجة تمام؟ in which catalysts are used are known as catalytic a reaction يعني لو انت في reaction دخلت فيه catalyst يبدأ اسمه catalytic a reaction تفاعل ايه؟ catalytic محفز which are divided into two types according to the rule of catalyst as the following the gram يعني بيتقسم لنوعين على حسب الكاتاليست اللي انا حطيته ده مهمته ايه؟ هل هو مهمته بوستف كاتالياتيك رأكشن ولا هو مهمته negative كاتالياتيك رأكشن؟ يعني بوستف؟ بوستف يعني هو ايجابي يعني هيعمل ايه؟ هيزود لي من ال speed of reaction يبقى اقول له كده هل هو لو هو بوستف يبقى هو بيعمل ايه؟ chemical reaction in which catalysts ماله increase zero a speeds يعني هو بيزود الايه السرعة negative يبقى هو هيعمل ايه؟ decrease zero a speed تمام؟ طب ان معظم الكاتاليست اللي هي بنستخدمه بيكون بوستف ولا negative قالك most catalysts speed up the reaction يبقى هو ايه؟ بوستف ايه catalysts تمام؟ يبقى معظم الكاتاليست اللي احنا بنستخدمه بيكونوا مالهم من النوع الايه البوستف يعني المحفز اللي هو بيسرع الايه التفاعل تعالوا نشوف الخصائص بتاعت الكاتاليست اول حاجة احنا عندنا five common factors او بنسميهم properties of catalysts اول حاجة they change the speed of reaction but don't affect either its beginning or stopping يعني هو بيغير من ال speed of reaction يعني سواء هال بيبطقوا او بيسرعوا بس مش بيأثر على ال beginning او stopping بتاعت ال reaction يعني بداية التفاعل او نهاية التفاعل تاني حاجة they are used in a few amounts which are often enough to complete the reaction بيستخدم بكميات ايه بسيطة جدا ماشي تالت حاجة they are bonded to reactant during the reaction but get separated from them rapidly او quickly after formation the resultant at the end of the reaction يعني ممكن هو يخش كمرتبط بال reactant بس بسرعة بيبدأ يعمل ايه ينفصل عنه وعشان ايه لما بيبدأ يكون من ال resultant اللي هو ال product اللي هو اللي ايه النواتي بتاعتي رابع حاجة they decrease the energy needed for the reaction فيه تفاعلات بتحتاج طاقة جبيرة قوي فانا عشان اوفر الطاقة دي اللي بتستخدم فباستخدم الكاتاليست الكاتاليست يعمل لي ايه بيوفر لي او بيوفر لي الايه الطاقة اللي انا ايه اا اقدر ايه احتاجها تمام خامس حاجة واخر حاجة يعني الكاتاليست ده زي ما هو دخل زي ما هو بيخرج زي المشجع بتاع الكورة زي ما دخل زي ايه ما بيخرج نفس وزنه نفس اسمه نفس جسمه نفس كل حاجة تمام فهو بيقبقى نفس التركيب بتاعه بنفس الماز بتاعته ما بتتغيرش خلص تمام يبقى الخمسة تاني نقولهم ان هو بيسرع التفاعل او بيبطقه يعني بيغير في التفاعل من غير ما يأثر على ال beginning او ال stopping بتاع ال reaction تاني حاجة بيستخدمه بكميات بسيطة دبقى كافي جدا ثالث حاجة بيدخل متصل او bonded مرتبط بال reactant بس بينفصل عنه بسرعة مجرد ما ال resultant ابتدت تكون رابح حاجة بيقل ال energy اللي انا محتاجاها لل reaction خامس حاجة ان هو مش بيحصل له اي change خالص في ال chemical بتاعته في ال natural بتاعته ولا كمان ال mass تمام تعالوا بينا نشوف كده ال activity الجاية دي هي عبارة عن ايه هنشوف effect of manganese dioxide as a catalyst on the speed of a decomposition of hydrogen peroxide انت مفروض خدتوها قبل كده ال action ده الhydrogen peroxide مفروض ان هو بيتفكك وهيحصل له decomposition ويديني ايه الاكسجن دي كانت طريقة انتو خدتوها قبل كده زمان ان هي طريق طريق تحضير الاكسجن فين في ال laboratory تمام؟ كنت بستخدم manganese dioxide as a catalyst يعني بيستخدم كعامل محفز تمام؟ فانا جبت glass beaker وhydrogen peroxide و manganese dioxide powder as a catalyst بحط الhydrogen peroxide ده في glass beaker وابدل ازود عليه الايه المنغنيز dioxide وهبدأ الاحز بقى قبل ما انا كنت بضيف الhydrogen peroxide وبعد ما انا اضفت الايه المنغنيز dioxide فانا اللي حصل؟ لقينا ان الانكريزنج of the amount of evolved bubbles on adding magnesium dioxide powder to hydrogen beaker يعني ايه؟ يعني ان في evolved bubbles ده هي تزادت لما زودت المنغنيز dioxide ليه بقى؟ لان المنغنيز dioxide هو catalyst that increase the speed of the composition of hydrogen a peroxide into water and oxygen gas which evolves as a bubbles يعني تصاعد كأنه ايه؟ في bubbles تمام؟ يبقى معنى كده ان chemical reaction ممكن increase لما بزود الايه؟ الكاتاليست طبعا انتو فاكرين الايكوشن هي مش علينا ان الhydrogen peroxide يعني H2O2 فالH2O2 لما بتحط المنغنيز ديوكساد لها الكاتاليست بيحصل لها تديني water and a oxygen والاكسجن ممكن اجمعه في slender يعني في استوانات وابدأ ايه اخزنها عشان باستخدمها بعد كده في حاجة اسمها enzymes ايه بقى الـ enzymes دي بقى؟ بنسمع عنها كدير قوي الهيوان بادي كونتين مني تايبس of chemical substances which act as a catalyst in the laboratory known as enzymes يعني لو انا عايز اقول ان في مادة جواية جوا جسمي ماشي؟ بتعمل نفس الفكرة بتاعت الكاتاليست يبقى بدل ما اقول عليها catalyst انا اقولها اسميها enzymes تمام؟ يبقى هي عبارة عن ايه الـ enzymes هي chemical substances produced by the body of living organisms يعني بوسطة الكائن الايه الحي act as a catalyst that increase the speed of biological reaction هنا biological reaction مش chemical reaction يعني عملات ايه حيوية بتتم جوا ايه داخل جسمي يبقى نفرق بين التعريفين ان الـ enzymes هي chemical substances A بس بتطلع من جسمي وبتتساعد في تسريع البيological reaction لكن الـ catalyst هو chemical substances انا بحطه خارجي ماشي على تفاعل بيكون ايه ايه كيميائي بس مش جوا جسم الانسان البييولوجيكا الـ البييولوجيكا الـ one enzyme can do its function million times per one a minute يعني يعني ممكن يعمل الوظيفة بتاعته ايه اكتر ايه واسرع ايه ايه في الزيئة الوحدة تمام? يعني ممكن بدون الانزيمات ده هيت يبقى الانسان مش هيقدر ولا يتنفس ولا يتحرك ولا يهدم الاكل كل حاجات دي تمام تعالوا بنا نعمل كده آآ التكرفة جميلة قوي ان انت بتجيب آآ بيكر تمام و هتجيب حاجة اسمها سويت بوتيتو اللي هي قلنا اللي هي البطاطا بس قطعة منها صغيرة وهتحطها ايه في اا فإن اللي حصل هعمل نفس الفكرة بتاعت التجربة اللي فاتت بس هنا انا حطيت سويت بوتيتو بدل المنجانيز ديوكسايد فإن اللي حصل هكورم بين قبل ما انا احط السويت بوتيتو وبعد ما انا حطيت السويت بوتيتو زي ما انتوا شايفين في الصورة كده هنا كان ايه التفاعل ايه هادي كده ما فيش اي حاجة هنا التفاعل ابتدى يبقى ايه يبقى سريع فالوبزرفيشن لقينا ايه انكريزنج زننبر اف افولفت جازز او بابلز ان ادنج ابيس اف سويت بوتيتو تو هيدروجين بيروكسايد لقينا ان الجازز اللي طلع البابلز دي بقت زادت لما حطيت السويت بوتيتو طب ليه بصوا بقى طلع ان في انزايم جوه السويت بوتيتو اسمها اكسيديز انزايم اكسيديز انزايم دي يعني عمل كأنه فزود التفاعل بتاع ايه اللي هو دي كومبوزيشن اف هيدروجين بيروكسايد ويحنا قلنا ان هو بيطلعلي ووتر ومين واكسيجين فاللزبيت اوفر كيميكرا اكشن برضو بيزيد لما بزود مين الانزايم تمام بيه حاجة اسمها هي عبارة عن ايه هي عبارة يعني هي عبارة عن زي كده اه كان كده بمحطوطة في الكار ماشي او في الكار الحديثة يعني بتعمل ايه ان الغازات الدرة اللي طلع من الانزايم هي بتبدأ تاخدها وتعمل لها معالجة يعني ان هي تحولها لحاجة تكون ايه مش مضرة فالstructure بتاعها عبارة عن ايه it is composed of ceramic cells similar to B cells يعني هي عبارة عن زي خلايا كده هوت زي تشبه خلايا النحل تمام covered with thin layer of catalytic A metal as بلاتينيوم يعني هي متغطية بطبقة خفيفة قوي من الام البلاتينيوم or بلاديم او اريديم حسب النوع اللي هم بيستخدموه ودول بيبقو expensive قوي يعني بيكونوا غاليين شوية طب اهميتهم ايه بقى المواد ده هاته سواء بلاتينيوم او بلاديم او الاريديم ده شايفين هو كاتب ايه catalytic metal ماشي يعني بتعالج المواد الضرة اللي خارج منين من الانجين ده طب ازاي او الايديا اف اوبريشن بيحصل ايه على كي السيراميك سيلز ار سيميلر فبتزاود كده مساحة السطح المعرضة اه يعني اول ما الجاز يخرج الارمو في الجازاس ويبدأ يقلل ضررها تمام؟ في فكرة حلوة قوي تطبيق بقى في الحياة Usage of sodium bicarbonate sodium bicarbonate ده هو لقينا ان في ناس كتير قوي بتستخدمه في حياتنا يعني لو انت استخدمته مثلا بيقولك استخدمه في الهم هتستخدمه ازاي قالك ايه Put a small amount of sodium bicarbonate in a vacuum cleaner bag يعني في الباك بتاعة الفاكيوم هتحط شوية sodium bicarbonate ليه؟ قالك To get rid of a smell of dust ستأبير during cleaning يعني الريحة اللي طالعة من الدست أثناء الكلينيج دي هتقلل الريحة ده هي تمام؟ مش بس كده ده كمان بيقولك حط sodium bicarbonate ده هو في البسكت اللي انت بتحط في الباك قبل ما تحطها يعني ده برضو هيقلل mean to prevent the bad odors يعني هيقلل الريحة الايه الوحشة اللي هتطلع من الايه من البسكت كمان بيقولك حط ايه حط يعني في الحوت بتاع ويحط عليه وحط عليه مية بتغلي طب ليه؟ علشان يخلي ان هو يبدأ يعمل ايه؟ ينزل المية وينشف ايه بسرعة ويكون سالك تمام؟ كمان بيقولك سوك آآ ليجوميس in water and add برضو small amount of sodium bicarbonate اني حارفيني ان اليجوميس دي بتعمل مشكلة في المعدة ساعات آآ زي انتفاخ كده او حاجة فبيقولك ان لما انت تحط sodium bicarbonate دي تعمل ايه؟ to help in decreasing the bloating of A that accompanies eating the A اللي بيصاحبها لما انت بتاكله بكليات دي فبيبدأ ايعمل ايه؟ بيعمل الانتفاخات ده تبقيت هاني قالك بلوشنج متلز تلميع الميتلز قالك put silver tools in a a a a a a a a covered with aluminium foil then cover them with boiling water added to it sodium bicarbonate then dried them after rinsing with water to return to it's a cluster يعني انت هتنقعوا هتها 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 وي في مية بتكون مغلية ومية دي انت حاطتها في آآ حاطت فيها sodium bicarbonate ماشي وي آآ هتبدأ بعد كده تطلعها وتنشفها وتجففها كويس هتترجع لك ايه اللمعان بتاعها تاني من الاول رب any decorative metal piece made of cover or chrome with a piece of clothes with with a water and immersed in sodium bicarbonate يعني هات حتة اه اه اماشا مبلولة بمية وبردو اه فيها sodium bicarbonate وبدأ تعمل ايه تتلمع بيها ايه الحاجات اللي هي اسمها ايه سواء مصنوع بالكبر او الكروم هتلاقيها بردو ايه ابتدت تلمع معيك ته في الجاردن قالك بوت بوت sodium bicarbonate بدون اي اضافات in the place where ants come out and by passing time you notice their disappearance يعني في الجاردن ممكن ترش كده هو to sodium bicarbonate ماشي هتبدأ تمشي لك كل ال ايه النمل وال ايه الحشرات كده احنا خلصنا الليسون الليسون جميل جدا وسهل قوي وممتع هو عبارة عن ان احنا اتكلمنا خالص في الاول عن التفاعل الكيميائي وقلنا ان فيه كاذا التفاعل الكيميائي بيكون فيه منه سريع فيه منه البطيء وعرفنا انمعهم وعرفنا بعد كده ايه هو ازاي ان انا ابدأ اتابع الريكشن بتاعي عن طريق ان انا اشوف فيه الريكتانت معين يبتدى يحصل له disappearance او resultant او product ابتدت ان هي ايه يحصل لها appearance ان هي تظهر بعد كده خدنا اربع حاجات بتزود الSpeed of Chemical Reaction خدنا الNature of Reactant والConcentration of Reactant وخدنا الTemperature وكمان خدنا الكاتاليست وخدنا عرفنا عن الانزايم سهل جدا ذكروا كويس وحلوا عليه ربنا معاكم باي باي